الوضع ايه احنا خلاص كمان كم ساعة بكرة يعني هتبدأ الجولة السالسة في دور المجموعات الجولة الاخيرة في دور المجموعات ايه موقف المجموعات بقى الان مين ممكن يسعد مع مباريات الجولة الاخيرة ده هقول لحضراتكم دلوقتي تفصيلا واحنا بنعرض مجموعات كأس العالم هتوضنا المجموعات مجموعات كأس العالم هم نتكلم في المجموعة الاولى هيبقى ان شاء الله دي المجموعة الاولى اللي فيها هولندا الاكوادور والسنغال وقطر مباراة تجمع قطر وهولندا ومباراة اخرى لا هتو المجموعة الاولى واحدة واحدة احنا بنجري ليه واحدة واحدة كده نمسك مجموعة مجموعة على مهلنا ها ماشي ادي المجموعة الاولى هولندا في السدارة باربع نقاط الاكوادور في المركز الثاني باربع نقاط والسنغال بثلاث نقاط وقطر بلا نقاط وانتهت حزوزها في هذه المجموعة تماما طيب احنا مين يهمنا في المجموعة دي يهمنا دلوقتي بعد خروج قطر المنتخب السنغالي المنتخب الافريجي السنغال هتواجه الاكوادور فوز السنغال اللي عندها تلاث نقاط على الاكوادور اربع نقاط يضمن لها السعود وربما في الصدارة كمان لو هولندا تعلت او خسرت امام قطر ده واحد تعادل السنغال مع الايكوادور هنشوف بعد كده فارق الاهداف اللي مش هيبقى في مصلحتها ففي الغالب تعادل السنغال مع الايكوادور هيطيح بالسنغال من هذه البطولة وبالتالي احنا منتكلم في فوز ضروري للسنغال على الايكوادور مواجهة صعبة جدا عشان السنغال تضمن السعود سواء في مركز اول او في مركز ثاني وهولندا في اغلب الزن هتصعد عن هذه المجموعة برضو سواء في المركز الاول لو فازت على قطر او تعادلت او فازت تحديدا على قطر او حتى لو تعادلت ممكن تاخد المركز الثاني في هذه المجموعة فهولندا الاقرب للسعود في هذه المجموعة اما الايكوادور والسنغال مواجهة نارية غدا بين الايكوادور والسنغال نشوف المجموعة اللي بعد كده المجموعة السنية هي مجموعة نارية جدا جدا كل المنتخبات مازال لها حظوظ في هذه المجموعة انجلترا في الصدارة بأربع نقاط وإيران في المركز الثاني بثلاث نقاط الولايات المتحدة بنقطتين وويلز بنقطة واحدة طيب حمنا نتكلم ويلز تكسب انجلترا هتبص على فارق الأهداف في الآخر يعني ويلز ما عندهاش أي أمل في هذه المجموعة إلا تفوز على انجلترا ما عندهاش أي أمل خالص غير أنها تفوز على انجلترا عشان بعد كده نشوف مين تاني أربعات ونشوف مين اللي حظوظه في فارق الأهداف تعرفين طبعا السعود دي معلومة مهمة السعود عن مجموعات كأس العالم بفارق الأهداف ولو الفارق الأهداف واحد هيشوف مين اللي سجل أكتر ولو اللي سجل أكتر وتعادله في الأهداف هيشوفه هيشوفه مين المواجهات المباشرة بين المنتخبات ده الوضع في أي مجموعة في كأس العالم طيب المجموعة الأكبر في هذه المجموعة ايه? الم Обحفا المباراة الاخبر في هذه المجموعة ايه? هي المباراة الحاسمة بين ايران والولايات المتحدة الامريكية. ايران بسلاس نقاط والولايات المتحدة بنقطتين. اللي يكسب يصعد. كده كده. اللي هيكسب هيصعد. امريكا هتبقى خمس نقاط هتصعد ايران هتبقى ستة نقاط هتصعد. ده اللي يكسب. طيب. التعادل يعمل ايه? التعادل يخلي ايران تصعد. يديه احتمالية السعود. يعني لو والولايات المتحدة بقى ثلاث نقاط وكده كده انجلترا أربع نقاط تمام فإيران تسعد بس لو ويلز كسبت انجلترا هتبقى ويلز وإيران وانجلترا أربع نقاط هشوفوا ساعتها الفرق الاهداف بين الثلاث منتخبات لو انجلترا كسبت ويلز فخلاص انجلترا هتبقى سبع نقاط في الصدارة إيران لو تعديد مع الولايات المتحدة هتبقى أربع نقاط في المركز الثاني الولايات المتحدة ثلاث نقاط وولز بنقطة واحدة يعني إيران عندها فرصتين بكرة فوز وتعادل الهزيمة إيران خارج البطولة وإيران أو الولايات المتحدة تسعد غالبا مع المنتخب الإنجليزي ده في المجموعة السنة أما المجموعة الثالثة فهي مجموعة أيضا فيها كلام كبير ودي المجموعة لتهمنا أكثر يعني بولندا الأرجنتين المملكة العربية السعودية والمكسيك الجميع لديهم أيضا حزوز هتقول لي إزاي هقولك الأرجنتين عندها مواجهة كبيرة مع بولندا الأرجنتين كذبت بولندا هتبقى 6 نقاط وبولندا 4 نقاط السعودية كذبت المكسيك بقت 6 نقاط وتسعد 100% يعني السعودية كذبت المكسيك 100% صعود عن هذه المجموعة طيب لو تعادلت المملكة العربية السعودية مع المكسيك هيبقى عندها 4 نقاط هنا بقى هنشوف اللي هيحصل في مواجهة بولندا والأرجنتين بولندا والأرجنتين بولندا كذبت الأرجنتين بولندا كذبت الأرجنتين والمنتخب السعودي تعادل مع المكسيك السعودية وبلندا يصعدوا عن هذه المجموعة طيب السعودية تعادلت مع المكسيك وبقت 4 نقاط والأرجنتين وبولندا تعادلات أيضا هيبقى الأرجنتين عندها 4 نقاط وبولندا كده كده 100% هتسعد ب5 نقاط والسعودية 4 نقاط هيشوفوا بعد كده فارق الاهداف بين الارجنتين والمنتخب السعودي حتى الان المنتخب السعودي فارق الاهداف مينس واحد عكس المنتخب الارجنتيني اللي هو بلاس واحد فبالتالي فارق الاهداف هيبقى مع المنتخب الارجنتيني لو تعادلت الارجنتين وتعادلت السعودية فتخرج السعودية وبالتالي المنتخب السعودي يكسب يسعد خلاص من غير ما يبص على اي حاجة تانية تعادل هيبقى محتاج الارجنتين تخسر من بولند الخسارة طبعا خسارة المنتخب السعودي أمام المنتخب المكسيكي تطيح به عن هذه المجموعة ويبكي المكسيك فيه المنافسة أيضا بفرق الهداف لو المكسيك فازت على المنتخب السعودي وده ما نتمنهوش طبعا ده الموكب بالنسبة للمنتخب السعودي نروح لي المجموعة الرابعة اللي فيها منتخب عربي ما زال لديه بصيص من الأمل بصيص من الأمل إيه هو بقى المنتخب التونسي عنده مواجهة صعبة جدا أمام المنتخب الفرنسي هيفيدوا فيها بس إن المنتخب الفرنسي هيلعب بعدد كبير من البودلاء طبعا عشان هو ضمن السعودي بس بودلاء فرنسا بودلاء أقواجد ما يقلوش أبدا عن الأسسيين بس هو يعني اسمهم رجلهم مش في الملعب في المباراة اللي فاتت تونس تكسب فرنسا هتبقى أربع نقاط بس ده ما يدمنهاش السعود ليه عشان لو أستراليا كسبت الدنمارك هتبقى ست نقاط زي فرنسا والي اتنين يسعودوا أستراليا وفرنسا طيب أستراليا خصف من الدنمارك ودنمارك هي اللي فازت هتبقى الدنمارك أربع نقاط وتونس أربع نقاط على فرض إنها فازت على فرنسا هيشوفوا ساعتها فارق الأهداف حتى هذه اللحظة فارق الأهداف بين المنتخب الدنمارك والمنتخب التونسي واحد مينس واحد وبالتالي اللي هيسجل أكتر بقى يعني تونس سجلت أكتر في فرنسا فزودت أهدافها الدنمارك سجلت أكتر في أستراليا فزودت أهدافها هشوفوا بعد كده اتنين أربع نقاط من اللي فارق الأهداف يسعود مع فرنسا ده فرضا إيه إن تونس كسبت فرنسا الدنمارك كسبت أستراليا تعادل طبعا أو هزيم التونس في هذه المجموعة خلاص هي بر تعادل أو هزيم بر من الأمام المنتخب الفرنس ده باختصار عن هذه المجموعة فرنسا زي ما قلت لكم ضمنت السعود مجموعة أخرى هي المجموعة الخمسة مواجهة أسبانيا واليابان وكوستاريكا والمنتخب الألماني أيضا مجموعة معقدة جدا خد بالك غالبية مجموعات كأس العالم قبل الجولة الثالثة مش محسومة وده مخلي المنديان ممتع جدا عادة بتبقى الجولة الثالثة دي جولة في أغلب الظن مملة بيبقى فيها منتخبات صعد يعني بتلاقي منتخبين صعدوا خلاص والأمور بقت مباراة ودية بس حتى هذه اللحظة مفيش حاجة محسومة خلص لأي منتخبين المجموعة قدامك ديت مش محسومة لحد خالص نحن نتكلم منتخب الألماني كسب كوستاريكا بأربع نقاط يخش المنافسة على السعود منتخب الأسباني خسر من اليابان فاليابان تضمن السعود والمنتخب الأسباني يخش يخش المنافسة على فرق الأهداف كوستاريكا نفسها عندها فرص كوستاريكا لو كسبت ألمانيا هتقولي كوستاريكا تكسب ألمانيا ولكن اليابان كسبت ألمانيا وكوستاريكا كسبت اليابان فصحيح منتخب ضعيف على الورق وحتى لما شفناه قدام المنتخب الاسباني بس برضو والد فالمجموعة دي متشابكة جدا مفيش حد ضامن ابدا السعود فيها خالص عشان كده مواجهة ألمانيا وكوستاريكا هي مواجهة صعبة جدا مواجهة اليابان والمنتخب الاسباني مواجهة ايضا صعبة جدا نروح للمجموعة السد فيه ايضا منتخب عزيز وغالي ومهم جدا وبنرأبه جدا طيب المجرب عندها مواجهة مع كندا كندا ودعت البطولة خلاص زي بيقوله دايما سلاح زوح الدين ياما تلعب بقى براحة أكتر وعصاب هادي أكتر فتبقى المباراة صعبة على المجرب ياما تبقى بتلعب فقدة الأمل فالمغرب تكسب بسهولة المغرب تكسب طبعا تصعد وممكن تصعد في الصدارة كمان المغرب تعالت تصعد عن هذه المجموعة تمام المغرب تتعادل أو تكسب تصعد عن المجموعة ديت مع المنتخب الكندي الحكاية بقى في المواجهة الصعبة جدا بين كرواتيا وبيلجيكا مواجهة نارية مواجهة نارية بلجيكا تكسب تصعد كرواتيا تكسب تصعد تعادل كرواتيا وبيلجيكا يعني تخلي بلجيكا تخرج برضو ليه عشان فايل أهدافنا لسه وبص على فايل أهدافنا مع حضراتكم بلجيكا تبقى أربع نقاط والمغرب أربع نقاط على فرض إن المغرب كمان تخسر من كندا فالمغرب وكرواتيا تسعد عن هذه المجموعة لو بلجيكا تعدلت مع كرواتيا يعني بلجيكا هي اللي توضع والمغرب وكرواتيا يسعدوا ليه فايل الأهداف لصالح المنتخب المغربي وبالتالي بلجيكا محتاجة الفوز وبس تعادل أو هزيمة بلجيكا خارج هذه البطولة والمغرب تعادل يكفيها أمام كندا وحتى لو المنتخب المغربي خسر من المنتخب الكندي والمنتخب الكرواتي كسب بلجيكا تسعد المغرب طيب لو المنتخب الكرواتي وبلجيكا تعادلات تعادلات وبقت بلجيكا أربع نقاط زي المغرب اللي فرضا خسرت من كندا تسعد المغرب وكرواتيا بفرق الأهداف أيضا فرق أهداف بمغرب وبلجيكا اللي هيتساوي في النقاط أربع نقاط الفرق الأهداف هيبقى صالح المغرب فتسعد المغرب يعني المغرب اكتر منتخب عربي وفي الغالب اكبر منتخب افريقي لها حظوص كبيرة جدا في السعود عن هذه المجموعة مواجهة كندا اللي هي المفروض اسهل من كرواتي وبلجيكا اللي تخطوهم المغربة بشكل كويس جدا موقف جايد جدا فيه اكتر من فرصة لسعود المنتخب المغربي الحاجة الوحيدة لا تخليش المنتخب المغربي يسعد لقدر الله انه يخسر من المنتخب الكندي يخسر من المنتخب الكندي والمنتخب البلجيكي يفوز على المنتخب الكرواتي هنا موقف المغرب يتأذن في هذه المجموعة ده عن المجموعة السادسة المجموعة السابعة برازيل والكاميرون وسربيا وسويسرا البرازيل صعدت خلاص عن هذه المجموعة بانتصارين وست نقاط الحكاية عند السويسرا والكاميرون وسربيا الكاميرون ما قدامهاش فرصة غير أنها تكسب البرازيل والنحة التانية سربيا ما قدامهاش فرصة غير أنها تكسب السويسرا يعني السويسرا لازم تكسب سربيا لازم تكسب سويسرا الكاميرون لازم تكسب البرازيل عشان أحدهما يسعد مع البرازيل كاميرون أو سربيا كاميرون أو سربيا لو عايزين حد فيهم يسعد فلازم الاتنين يكسبوا في الجولة الأخيرة طيب الكاميرون كسبة هتبقى أربع نقاط سربيا تكسب هتبقى أربع نقاط هنشوف ساعتها بقى من كيس باكتر اللي كيس باكتر وفي الأهداف بتاعه تزبط هو اللي هيصعد مع المنتخب البرازيلي طبعا سويسرا عندها يعني عندها أكتر من فرصة عندها فرصة إنها تتعادل مع المنتخب السربي فتصعد بشرط إن الكاميرو ما تكسبش البرازيل وبنتيجة تخلي فرق الأهداف واحد باربع نقاط وطبعا لو سويسرا كسبت سربيا خلاص الأمور منتهية بالنسبة له لكن سويسرا تتعادل مع سربا هيبقى عندها فرصة تكسب سربا 100% صعدت خلاص مع المنتخب البرازيلي بالنسبة للسربيا أداء في هذه البطولة مفاجئة أنا كنت متصور إن سربا هتكون أفضل بكتير ومعظم المتابعين كمتوقعين سربا هتبقى قوة كبيرة في هذه المجموعة إن شاء الله سعود للمنتخب الكاميروني مع المنتخب البرازيلي عن هذه المجموعة نروح للمجموعة الأخيرة المجموعة السامنة برضو مجموعة متشبكة للغاية للغاية في منتهى الصعوبة غانا ولورجوي أخر مباراة والبرتغال وكوريا الجنوبية غانا تكسب منتخب لورجوي تسعد عن هذه المجموعة والأمور خلاص محسومة بالنسبة له تمام؟ تكسب تسعد عن هذه المجموعة ووارد في الصدارة كمان طيب برتغال تتعادل فقط تسعد عن هذه المجموعة تخسر هيبقى عندها فرص كبير أيضا للصعود عن هذه المجموعة تكسب ضمنة الصدارة ده بالنسبة لبرتغال وبالنسبة لغانا اللي التعادل بالنسبة لغانا قضي يكفيها بشرط عدم فوز كوريا الجنوبية على المنتخب البرتغالي عشان لو تعادلت غانا هتبقى أربع نقاط وكوريا لو كسبت البرتغال هتبقى أربع نقاط وساعتها هنبص على فارق الأهداف مع غانا وكوريا الجنوبية ان شاء الله غانا تقدر تكسب وتخلي الموضوع طبعا انتعارفين جوية عندها نقطة واحدة زي ما قلت لكم جوية نقطة واحدة هتبقى الأمور بالنسبة جوية تعادلت آه خسرت من برتغال وتعادلت مع المنتخب الكوري طيب ده بالنسبة لهذه المجموعة ونتمنى سعود للمنتخب الغاني ان شاء الله مع المنتخب البرازيني ترجمة نانسي قنقر